قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس قرر الإبقاء على المحامية سونية الدهماني تحت مفغول بطاقة الإداع بالسجن الصادرة في حقها ورفض الإفراج عنها وذلك بعد سماحها اليوم حسب ما أكدوا عضو هيئة الدفاع عبدالعزيز الصيد يذكر أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية كان أصدر يوم الأثنين الماضي بطاقة إداع بالسجن في حق سونية الدهماني بعد تنفيذ بطاقة الجلب القضائية الصادرة في حقها وذلك على خلفية إحالتها على أنظاره بسبب تصريح أعليمي كانت أدلت به في علاقة بملف المهجرين الأفريقى من دول جنوب السحراء استنادا إلى الفصل 24 من المرسوم 54 في ولاية الكيف قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية أذنى بالاحتفاظ بساحب ضيعة وموظف بشركة تونسية للكهرباء والغاز على خلفية تورطهما في الربط المباشر لمسكن وبئر عميقة بإحتضاعات الفلاحية بالجهة بالتيار الكهربائي حسب مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالكيف والنطق الرسمي باسمها يوسري الدمرجي ووضح في تصريح الوكيلة تونس أفريقي للأنباء أن نيابة العمومية أذنت لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بيتجروين بالبحث والتحري بخصوص الربط المباشر بالتيار الكهربائي في إحدى الضيعات الفلاحية بالجهة ليتأكد بعد المعاينة الميدانية أن صاحب الضيعة عمد إلى ربط مسكن وبئر عميقة بالضيعة مباشرة بالكهرباء وأضاف أنه الأبحاث كشفت أنه موظفا كان يعمل بشركة تونسية للكهرباء والغاز قام بربط مباشر لمنزل صاحب الضيعة ولبئر تابعة له وذلك بعد حصول عطب في العديد الكهربائي المركز به وتم استدعاء صاحب الضيعة والموظف وعدة إطارات بشركة تونسية للكهرباء والغاز والسماع لهم في حال التقديم والإذن بفتح تحقيق على معنى الفصل 96 من المجلة الجزائية من أجل استخلاص في إدالة وجهة لها لغيره من موظف عمومي ومخالفة الترتيب الجاري به العمل قصد الإضرار بالإدارة وإحالة الجميع على قضي التحقيق الذي أذن بالاحتفاظ بصاحب الضيعة والموظف وأصدر إنابل استكمال الأبحاث مع بقية المشتبه بهم إلى حين المثول أمامه لاستنتاقهم واتخاذ ما يراه في شأنهم وتفيد معلومات تحصلت عليها وكالة تونس أفريقية للأنباء من مصادر رسمية في هذه القضية أن الموظف يشغل حالياً مسؤولية محلية فيما يعمل صاحب الضيعة موظف بأحد البنوك الوطنية رئيس مجلس نوب الشعب إبراهيم بودربيلة وجه اليوم رسالة تعزياء إلى رئيس مجلس الشورى بالجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد باقر قلباف عبر له فيها عن بالغ الأسى وعميق التأثر بنباء وفاة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسن أمير عبداللهيين وأعضاء الوفد المرافق لهما في حادث سقوط مروحية كانوا على متنها يوم أمس وتقدم بودربيلة إلى رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني باسمه الخاص وباسم أعضاء مجلس نوب الشعب ومن خلاله إلى عائلات الضحايا والشعب الإيراني الشقيق بأحر عبارات التعازي حسب ما جاء في بلاغ للبرلمان وقد أعلنت إيران في وقت سابق اليوم وفاة الرئيس رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيين ومرافقهما في حادث تحطم المروحية التي كانت تقلهم في محافظة أذاربيجان الشرقية شمال غرب البلاد من جهة الهلل الأحمر الإيراني يكشف تفاصيل جديدة حول تحطم المروحية الرئاسية حيث قال أن المروحية الرئاسية قد تحطمت على الارتفاع 2500 متر وأن كل من عليها قد لقوا حتفهم باللحظات الأولى وبينت أصور الأولية التي أظهرت المروحية شبه محترقة أنها اصطدمت بقمة جبل وسط غيب الرؤية بسبب سوء الأحوال الجوية أمس فوق منطقة وعرة على الحدود الإيرانية مع أذاربيجان حسب ما أفادت به وسائل أعليم محلية ورجح بعض المحللين في تصريحات أن تكون المروحية اصطدمت بأحد الجبال في منطقة تبريز وسط الضبيب الكثيف وصول أحوال الجوية لسيما بعدما أظهرت تصور الأولية لطائرة احتراقها بشكل شبه كامل فيما أعلن قائد فيلق عشوراء أن بعض الجثث احترقت ولا يمكن التعرف على هويتها في خبر يخص شركة فوسفاد قفصة بلمذيلة قررت اليوم النقابة الأساسية للمصالح الخارجية بلمذيلة والفرع الجامعي للمناجم والجامعة العامة لعمل المناجم بإقليم لمذيلة التابعة لشركة فوسفاد قفصة تنفيذ إذراب عن العمل يومي الخاميس والجمعة 3031 ماي الحالي ويأتي هذا الإذراب على خلفية معتبرت النقابة طاماطولا من قبل الشركة في تنفيذ بعض المطالب المهنية الواردة بلائحة صادرة بتاريخ 27 جوليا 2023 حسب ما جاء في برقية التنبيه بالإذراب هبوب ريحة رملية في جيبس والحماية المدنية تدعو إلى ملازمة الحذر حيث صرح العميد عادل البعزيزي المدير الجهو للحماية المدنية بجيبس أن مستوى الرؤية الأفقية قد انخفض في ولاية جيبس بسبب هبوب ريحة رملية ودعا مستعملي الطريق إلى توخي الحذر خاصة على مستوى الطريق السيارة والطريق الوطنية رقم 1 وطريق جيبس إكبالي تنظم سفارة كندا بتونس أيام كندا للتوظيف بتونس يومي 29 جوان المقبل بالعاصمة وذلك بالتعاون مع الوكيلة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل الوكيلة التونسية للتكوين المهني والوكيلة التونسية للتعاون الفني وإدارة الهجرة واللاجئين والمواطنة في كندا حسب ما جاء في الموقع الإلكتروني للوكيلة التونسية للتعاون الفني وتستهدف هذه الأيام المرشحين الناطقين باللغة الفرنسية وثنائي اللغة الذين لديهم تكوين وخبرة في مجال الطفولة المبكرة أو لديهم مستوى تعليم ابتدائي أو ثانوي بالإضافة إلى مهنية الصحة الذين يبحثون عن فرص عمل في كندا خارج مقطعة الكيبك خلال هذه الأيام يمكن للمترشحين مقابلة أرباب العمل اللي يبحثوا عن مرشحين من التعليم العالي والتكوين المهني المتخصين في القطاعات هذه واللي يستوفون شروط المطلوبة كما تمثل هذه الأيام فرصة للفهم والتعرف على الخطوة العملية للهجرة إلى كندا ويتعين على الراغبين في المشاركة في أيام التنقل لكندا في تونس التسجيل أولاً وينتهي آخر أجل للتسجيل عبر رابط مخصص للغرض يوم 26 ماي الحالي